تحولات جديدة تشهدها الساحة اليمنية بالتزاون مع الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي التابع للإمارات في عدن وفيما فشلت السعودية في إجبار حليفها الإماراتي على سحب مسلحي الانتقالي من مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة بادرت إيران للاعتراف لأول مرة بشكل رسمي بسلطة حلفائها الحوثيين في صنعاء الخطوة الإيرانية جاءت عاقب استضافة الخارجية الإيرانية اجتماعا ربعيا بحضور وفد الميليشيا وسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في خطوة تنسجم والتحركات التي تدعمها الإمارات باتجاه إعادة تقسيم اليمن والاعتراف بسلطة الحوثيين في صنعاء مقابل منح الانتقالي سلطة في عدن والجنوب زعيم ميليشيا الحوثي قال في خطب متلفز إن جماعته تقيم علاقات واضحة مع طهران مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد عودة البعثة الدبلوماسية الإيرانية لصنعاء فيما أعلن عن تعيين القياد في الميليشيا ومدير قناة المسيرة إبراهيم الديلمي سفيرا ومفوضا لها في طهران وهذه الزيارة هي تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية على المستوى الرسمي وأيضا على مستوى التمثيل الدبلوماسي وقال زعيم الميليشيا إن إعادة التمثيل الدبلوماسي بين إيران والصنعاء سيحقق مكاسب كبيرة لليمنيين من خلال أكثر من سبعين اتفاقية كانت مجمدة بسبب حرص النظام السابق على عدم إغضاب السعودية حد تعبيره بحسب مراقبين فإن التصعيد الإيراني في الملف اليمني يأتي في سياق صفقة بين أبو ظبي وطهران لإنهاء التوتر بين الطرفين على حساب القضية اليمنية ولإجبار السعودية على القبول بالتسويات الإماراتية في الملف اليمني مع تقديم ضمانات بعقد صفقة جانبية مع ميليشيا الحوثي لوقف هجماتها على السعودية وفي ظل التحركات النشطة للحوثيين ما زالت الحكومة الشرعية فاقدة للفاعلية والحركة بسبب عدم وجود وزير للخارجية وبقاء الوزراء والحكومة رهن الإقامة الجبرية في الرياض